وفي خطوة تشغيل المعامل العراقية وتطوير القطاع الخاص أعلن مدير عام شركة العام لمعدات الاتصالات والقدرات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن المهندس فواز مفلح عن إنجاز مشروع انتاج الكاميرات الحرارية في مصنع الكندي التابع لشركة بمحافظة نينوة بطاقة انتاجية تصل إلى ألف كاميرا سنويا وأوضح أن المشروع يتكون من خط متكامل لإنتاج الكاميرات الحرارية بخمسة أنواع وبمدايات متعددة قصيرة ومتوسطة وبعيدة وأفق أحدث التقانيات باستخدام الأشعة تحت الحمراء بالإضافة للتكبير البصري والرقمي بما يؤمن أفضل رؤية ليلية مع خاصية البحث عن نطاق وسع والمراقبة لمسافات بعيدة وتستخدم الكاميرات للكشف والتحقق بتقريب الأشياء البعيدة وتغطي 360 درجة حول الموقع وتعمل على إجراء مراقبة لمدة 24 ساعة مضيفا أن المشروع يحتوي أيضا على خط لزراعة المكونات الإلكترونية SMT وبثلاثة مراحل مع خط لطباعة الألواح الإلكترونية PCB مؤكدا أنه من مشاريع الخطة الاستثمارية التي تم إنجازها بجهود ملاك العمل في المصنع والمواصفات القياسية المعتمدة عالمياً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر